اشتركوا في القناة سلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أنا المتحدث في هذه الصوتية عز الدين بن أحمد رمضاني وبتاريخ الثامن عشر يوليو من عام 2018 وبعد أن قدم لأحد الإخوة الأفاضل مقطعا صوتيا من كلامي كنت ألقيته في دروسي لشرح العقيدة الطحوية بمسجد عقبة ابن نافع بعين النعجة فيه ذكر مسألتين أولا هما أني قلت أن بعض الصحابة وقعوا في الإرجاء وبعد مراجعة المكتوب لأن دروسي أكتبها على كراسة ولو اختصارا وبعد سماعي للمقطع رأيت أن المكتوب تحت عنوان شبهة للمرجعة قلت فيها وقعت لبعض الأولين فاتفق الصحابة على قتلهم من ذلك إن لم يتوبوا فإن قدامة بن مضعون وطائفة معه شربوا الخمر بعد تحريمها وتأول قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طاعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين الآية فاتفق عمر وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم على أنهم من اعترفوا بالتحريم جلدوا وإن أصروا على استحلالها قتلوا قال عمر لقدامة إني حادك فقال لو شربتك ما تقول ما كان لكم أن تحدوني فقال عمر لما؟ قال قدامة الآية فقال عمر أخطأت التأويل أنت إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم هذا عني المكتوب وأما عني المسموع فلم يتبين بعد سماع الشريط أني قلت أن الإرجاء ظهر في عهد الصحابة وإنما قلت هذه الشبهة وفرق بين التعبيرين ومع ذلك فإن ثبت هذا الذي الدعي علي بأني قلته فأعترف أنه خطأ ظاهر أتراجع عنه وأستغفر الله مما وقعت فيه وغرني في ذلك نقل ابن أبي العز رحمه الله في شرحه على الطحوية وهو في الحقيقة لشيخ الإسلام بني تمية لكن لم يعزه إليه وذلك قوله رحمه الله وهذه الشبهة وقعت لبعض الأولين فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك وهي الخطأ في التويل لا الوقوع في الإرجاء فلم أدقق في المسألة وهذا من تقصيري أسأله عفو الديان الكريم هذا عن المسألة الأولى باختصار أما المسألة الثانية فهي مسألة حمل المجمل على المفصل في كلام أهل العلم وهذا خطأ بي واضح وقعت فيه أستغفر الله من هذه الزلة وأتوب إليه لا يحمل المجمل على المفصل في كلام الناس بل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد استنرت بما قال الدكتور عرفات حفظه الله الذي أرسله إلي الأخ الفاضل بتقريض الشيخ نشيخ عبيد الجابري ساق فيه جزاه الله خير تسعة أدلة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبطل دعوة حمل المجمل على المفصل وكان ذلك يوم الخميس من شهر ذي القعدة عام 1439 الموافق للثامن عشر يوليو عام 2018 للميلادي تاريخ التسجيل هذا الشريط الذي لم يكتب له الشيوع والذيوع أنذاك لأسباب أجهلها وها أنا أبعثه من جديد آمنا تصحيح ما سبق به لساني أو زل به قلمي وأرجو من طلبة العلمي ومن غيرهم ممن يستمعون إلى دروسي أن لا يبخلوا علينا بنصائحهم وانتقادتهم واستدركاتهم فإن هذا مما يزيننا ولا يشيننا ويرفعنا ولا يسقطنا وراحم الله عبدا عرف قدر نفسه فأقبل على إصلاحها وتزكيتها بما ينفعها في الدنيا والآخرة أسأل الله الكريم أن يجعلنا من أولئك الصنف هذا وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمت سليم كثيرا والحمد لله رب العالمين شكرا